وطن الحبيب وطن الحبيب وهل أحب سواه تأسس مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عام 1975 ميلادية ليكون صرحا طبيا متكاملا يقدم خدمات صحية متخصصة ورائدة على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة منذ نشأته تميز المستشفى بتقديم رعاية طبية متقدمة واستخدام أحدث التقنيات الطبية والعلاجية لقد أصبح المستشفى وجهة رئيسية للمرضى من داخل المملكة وخارجها بفضل فريق طبي مؤهل يضم نخبتاء المتخصصين والممارسين الصحيين ذوي الكفاءة العالية وقد حقق المستشفى أرقاما قياسية واكتشافات هائلة في المجال الطبي فقد أعلن المستشفى عن إجرائه لأكثر من خمسة آلاف عملية زراعة كلا ناجحة منذ تأسيسه وقد صنف المستشفى بأنه الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والعشرين عالميا للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط هذا وقد سجل المستشفى إنجازا عالميا غير مسبوك حيث نجح في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر ويمثل هذا المنجز تحولا في الخدمات التي يقدمها التخصص للمتخصصين في زراعة الأعضاء حيث يعد المستشفى مركزا تدريبيا متخصصا في جراحة زراعة الأعضاء الروبوتية لم يقتصر دور المستشفى على تقديم الرعاية الطبية في حسب بل تجاوز ذلك إلى المساهمة في المجتمع من خلال حملات التوعية الصحية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم بفضل الله ثم بفضل هذه الإنجازات والجهود المستمرة يواصل مستشفى المالك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث دوره الرائد في تقديم أفضل الخدمات الصحية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين في كل لمحة بارق ندعو له في ظل حام عطر الذكرى وطن الحبيب وطن الحبيب وهل أحب سواه